برضو مبارح أنا تكلمت مع حضراتكم في موضوع قرار ربطة الأندية بخصوص إيقاف 987 من مشجع النادي الأهلي والحقيقة هو كان قرار مفاجئ بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من مشجع كرة القدم لأنه في تجاوزات في عدة مباريات أخرى وما شفناش أي قرارات أنا حتى مبارح سقفت لك وقتلكوا هايلين رائعين بالنسبة للربط طيب هل بيتم تطبيق هذا القرار على بقية السبعتاشر النادي اللي موجودين هل بيتم تطبيق القرار على كل الأندية طلبنا بضرورة أن تكون هناك عدالة ومساوابن الجميع في الثواب والعقاب اللي وصروت سويلم هقولكوا تصريحه وحرجع علم اللي وصروت سويلم قال رابطة الأندية ستتعامل بقوة مع تجاوزات الجماهير هاي لأسيات اللي هو أكد ثروة سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة أن اللوائح ستطبق على الـ 18 نادي المشاركة في مسابقة الدوري مؤكداً أنه ستتم مواجهة أي تجاوزات جماهيرية بعقوبات سارمة للمحافظة على النظام داخل منافسات الدوري وقال سويلم كل التحية لجمهور النادي الأهلي ولكن عندما تحدث تجاوزات تكون هناك عقوبات أنا مع حضرتك يا ست اللي هو العقوبات تبدأ بمرحلتين أكمل لحضراتكم ونعلق العقوبات تبدأ بمرحلتين بالإيقاف مباراتين وتصل إلى المنع من الدخول إلى المباريات تماماً هايل ورائع جداً الكلام ده وكان يجب أن يكون هناك عقاب من أجل المصلحة العامة كلنا مع العقاب من أجل المصلحة العامة وأضاف لدينا شركة محترمة تقوم على تنظيم حضور الجماهير بالفعل هي شركة محترمة وشركة كبيرة وقادرون على التعامل مع كافة التجاوزات والرابطة ستتخذ قرارات صارمة لتطبيق النظام على الجماهير التي تخرج على النصر وتابع أكررها أنا أنتمي للنادي الأهلي ولكن عندما يحدث تجاوزات فسوف تتم مواجهتها بكل قوة وأي نادي ستتخطى جماهيره سيواجه نفس العقوبة والرابطة حريصة على المساواة بين الـ 18 نادي في الدوري الممتاز سيتم تطبيق هذه العقوبات على الـ 18 نادي دي من عندنا هو أنا الحقيقة أنا عندي أو إحنا هنا في قناة النادي الأهلي بنوفق كل شيء ست اللوة الكلام اللي حضرتك قيله ده رائع وهيل وأنا أعلم خلي بالحضراتكم اللي هو سروة سويلم واحد من الأهلوية يعني بيحب النادي الأهلي أو بيشجع النادي الأهلي وهو قال كده وبيقول إن إحنا الجمهور بالنسبة لنا حنواجهه بمنتهى السرامة يا فندم دايما إحنا كإعلام النادي الأهلي بنقول لحضرتك لأن إحنا واثقين في جمهورنا وعارفين جمهورنا كويس جدا ولكن هو لماذا تعاقب جمهور النادي الأهلي ولم يتم معاقبة بقية الجماهير اللي عملت في الثلاث مباريات الأولى أشياء أو ألفاظ كبيرة جدا وبالصوت والصورة يا فندم طيب لو حضرتك شايف إن إحنا نحط نقطة ومن أول السطر يعني نبدأ من عودة الدوري يبقى الكلام ده ما ينفعش لأنه كيف تعاقد جمهور النادي الأهلي على الرغم من عدم معاقبة الربطة لبعض الجماهير الأخرى يا سادة اللواء الكلام اللي حضرتك بتقوله ده أتمنى أن يتم تطبيقه كويس إن فيه مسؤولي أخرج يرد ويتكلم الحقيقة أنا مبسوط وسعيد بكلام اللواء ساروة سويلم إنه بيرد يعني مش بكلامه ويتكلم وبيتكلم إن اللوايح دي حيتم تطبيقها على 18 نادي بناء على تصريحات العميد ساروة سويلم عضو الرابطة والمتحدث الرسمي باسم الرابطة هو ده حضرتك اللي عايزينه محتاجين تكون العقوبات سارمة ضد كل المتجاوزين لأن فيه تجاوزات حصلت في بعض المباريات وما شفناش أي عقوب ولا شفنا أي عقوبات ولا أي قرارات ممكن أقول لحضرتك إن النقل التلفزيوني ما جابش هذه التجاوزات ولكن حصل وحضرتك عندك مراقبين كان لازم يسجلوا هذه التجاوزات ولازم حضرتكم كربطة يكون فيه تنبيه وتدريب للمراقبين لأن مش من المنطق إن يكون فيه تجاوزات ولم يسجله المراقب حضرتك أو أي حد مسؤول لازم يقعد مع المراقبين ويوضح لهم دورهم إنه مش مجرد حضرتك راح تحضر المباراة أو تكريم هو لازم المراقب المراقب يعني بيرائب لازم يعرف دوره إيه وإيه اللي يشوفه وإيه اللي يكتبه أو اللي بيشوفه يكتبه إحنا كنادي أهلي ومجلس إدارة ولاعبين وجهاز فني وجماهير وإعلام ضد أي تجاوز أي تجاوز أي مكان مين ولكن اللي بيطلبه فين القرارات فين القرارات اللي على بقية الأندية ولا اللي بيسجل بيشوف جماهير الأهلي فقط حاجة غريبة جدا وأمور غريبة جدا بنشوفها خلال هذه الفترة كلام محترم وكلام هايل ورائع من اللي هو سروة سويلم ولكن من فضل حضرتك يا فاندم وأنا عارف أن كل حاجة بتوصل لكو من فضلكو نحن نحتاج إلى تطبيق الليحة والقوانين على الـ 18 نادي وبمنتهى السرامة وبمنتهى القوة هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتطمن على التحكيم هنطلع من أغبار التحكيم